من تونس تنضم إلينا دكتورة دورة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية دكتورة ما هو المقترح الإيطالي؟ ما هي طبيعته؟ أهلا بك شكرا مرحبا بكم يعني إيطاليا وأوروبا منذ فترة زمنية يعني هم عندهم مشكل كبير جدا اسموا الهجرة الغير شرعية وبطبيعة الحال يعني يوم 30 جوان 2018 كان فيما اجتماع الاتحاد الأوروبي يقر بأنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة للهجرة الغير شرعية وتدفق المهاجرين الغير شرعيين خاصة من البوابتين الكبيرتين المبدأ مفهوم يا دكتورة دورة المبدأ مفهوم ما هو الإجراء؟ أيوة؟ ما هو الإجراء؟ ما هي طبيعته هذا الإجراء؟ اتفاق بصراحة هو مبدئيا هو إجراء أمني بامتياز وتبادل المهاجرين وتبادل المعلومات ما بين تونس والجانب الإيطالي وهو كذلك حتى هو قديم لكن اليوم يتكلمون عن حل مشاكل تنموية باعتبار أن أسباب الهجرة الغير شرعية هي أسباب تنموية بالنسبة للجانب التونسي والتونسيين والشباب التونسي لكن إذا كان نشوفه اليوم فما جانب أخرى تتطور في تونس دوما ضرء المفاتن إن صحت الكلمة أو ضرء المهاجرين أو المتسربين أو النازحين يكونوا دوما في مقابل التنمية لكن السؤال يا دكتورة هل أوروبا صادقة في تنمية أي دولة في دول منطقة الشرق الأوسط بالأساس؟ هو يعني لا نحكم على نواياهم بل نحكم على أفعالهم وعن قراراتهم وقراراتهم كلها لا تخدم مصالح لا تخدم مصالح لا تونس ولا منطقة شمال إفريقيا ولا منطقة الشرق الأوسط فيعني هم مشاكلهم أن هذا التدفق الكبير والتسلل الإرهاب مع الهجرة الغير شرعية أصبح مشكل كبير جدا لهم فهم اليوم يجي يقول لك أنا المهاجر الغير شرعي بيش رجحوا لك ونعطيكم فلوس وفما فلوس كبيرة برشا بيش تضخ إلى تونس وإلى غير تونس والقرار قتلك تخذ يوم 30 جوان 2018 مع الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين المهاجرين الغير شرعيين بما فيهم أجنس أخرى حتى تونس ووزارة الخارجية التونسية رفضت ذلك وزيارة الوزير الداخلية الإيطالي جاء بمثابة أنه يريد تفعيل هذا القرار 30 جوان 2018 من أجل قبول الخيام وقبول هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين وإعطاء فلوس للتونس وحتى أنه هذا لا يخفى على التونسيين أنه فيه دورات تدريبية كبيرة جدا للأمنيين والحرس من أجل كيفية التعامل مع اللاجئين وكيفية التعامل في تونس من أين سيأتينا اللاجئين إلا إذا كان فيه مخطط يعني معين هو بشيكون موجود على ساحة بعد ذلك دكتورة بدرة قالول دكتورة بدرة أهلا بك مجددا على شاشتنا هناك أعلامات تعجب وهناك تخوفات الحكومة الإيطالية معلوم أنها حكومة يمينية شعبوية وطبعا هي مناهضة للهجرة خاصة الهجرة غير الشرعية هناك أعلامات تعجب واستفهام عن كيفية التعامل مع الحكومة التونسية هل هناك بوادر خيوط للاتفاق هذا؟ هل بوادر قبول من حكومة يوسف الشاهد لهذا المقترح الإيطالي أم لا؟ وارد جدا يعني كل المحللين وكل الأراض تقول أن هذا وارد جدا باعتبار أن حكومة يوسف الشاهد تطلب الدعم الأوروبي وتطلب الدعم الخارجي لأنها ليست لها دعم شعبي في تونس وهي حكومة فاشلة بامتياز والكل يطالب بخروج يوسف الشاهد ويوسف الشاهد قوته يتخذها من الخارج ولهذا يمكن أنه فيه فتح أبواب معينة هذا وارد قراءة سياسية يمكن للوضع الحالي وربطه بعلاقة الحكومة الحالية بالخارج يعني عندما يقول أنه الوزارة الخارجية التونسية ترفض عودة اللاجئين وعودة المهاجرين الغير شرعيين وفي الوقت معناه يجي يحكي لي على ضبابيات وعنوين ونظريات يقول التنمية المستدامة وما إلى ذلك وفي المقابل يحكي على كيفية التعامل مع اللاجئين والراجعين وخيمات يعني وفلوس ستضخ إلى تونس فكل هذه المعادلات يمكن أن نشتشف منها أنه يتحذير لأرضية معينة وأنه في قارب هو فيه أربعين مهاجر غير شرعي إفريقي يجسون النبض به ودخل إلى تونس باسم حقوق الإنسان وما إلى ذلك واليوم هؤلاء يبحثون لهم عن حلول وزير الداخلية يتحدث عن تنمى ومنوال تنموي أين أنتم من قبل وكيف ستتم عملية المنوال التنموي ما بين إيطاليا وتونس وإيطاليا التي هي على المسألة المقابل التنموي دقيقة فقط في عجالة أرجوك رفاية الوقت ليست مال تفضل يعني ونعرف جيدا أن البوارج الإيطالية تحتل المواني الليبية بكلمة واحدة هي أنها هي يعني تقاوم الهجرة الغير شرعية وقد دخلت إلى ليبيا من أجل هذا فكله يعني نقول لا نحكم على النواية ولكن نحكم على الوقاعة شكرا جزيلا بادرة قعلول مديرة المركز الدولي لإدراسات الاستراتيجية والأمنية أشكرك دكتورة على ما تفضلت به شكرا جزيلا شكرا جزيلا